طبيعي أن السفر فيه فوايد كتير وبيخلينا نكتشف مدن وبيجهات جديدة ولكن الأهم أنه بيخلينا نكتشف في أنفسنا وفي الناس حاجات عمرنا ما تخيلناها خليني أشارك معاكم دروس تعلمتها من السفر أول درس هي عادة التأمل أكتر حاجة كنت بعملها من ساعة ما تخرجت هي أني قاله أو أسالي نفسي بأي حاجة طول الوقت لازم يكون معايا موبايل لازم يكون معايا كتاب أقرار لازم يكون معايا حاجة أتسلى فيها ما ينفعش أعود كده فاضية أبدا ولكن أثناء السفر منظر الطبيعة والمساحات المترمية خلتني أرجع تاني أحب أتأمل في الطريق وأركز في اللحظة الحالية من غير أي مشاتتات أو ملهيات فقط أني أكون مينفول بنفسي وبالمكان اللي أنا فيه وأركز في تفاصيل السماء والسحاب وأشاهد الشمس الضفي على جلدي شكل الجبال أو شكل الشجر بدل ما مخي يقعد يفكر في مليون فكرة عشوائية يكفي أن أنا أسبح ربنا كل ما أشوف منظر حيوه تاني حاجة تعلمتها في السفر أو هي حاجة كنت عارفها قريدي وفي الحقيقة كلنا عارفينها ومؤمنين بيها ولكن بننساها وهو أننا جينا الحياة دي لوحدنا وهنتحاسب لوحدنا زحمة المزينة وضغوطات الحياة أحيانا بتخلينا نعتمد بشكل أساسي على أهلنا وأصحابنا والناس اللي حوالينا أكتر من اللازم ولكن لما تكون مسافر أو مقترب لوحدك حساس الوحدة بيتضاعف لأنك بتكون برا حدود أهلك وبرى الألمنت بتاعك أو في ناس هتساعدك وأكيد هتتعرف على ناس بس بشكل كبير شعور الوحدة هو اللي طاغل وكل ما أسرعت في إدراكي الحقيقة دي كل ما هتحس بالحرية الحرية بتيجي من الاستغناء عن الناس وعدم التعلق بالأشياء والأماكن والزهد في حاجات أنت كنت فاكيرها مهمة وهي مش مهمة وده ينقلنا لتالت نقطة اتعلمتها من السفر وهي الإحساس بمعية الله الإحساس أنك مش المفروض تعتمد على الناس بشكل أساسي ولا تركز معاهم أصلا مين عمل لك ومين ساعدك ومين أزاك المهم أنت كده كده مستكفي بالله ومعتمد عليه وده كفاية أنه يزيل تماما شعور الوحدة وشعور أنك لوحدك لأنك تحس أن ربنا معاك في كل الأوقات وفي كل الظروف الواحد ما بيستشعرش المعاني دي في زحمة المدينة وزحمة الحياة في اعتياد الراحة واعتياد وجود الأشخاص اللي بنحبوهم حواليك فأحيانا بنحتاج نكون بمعزل عن كل المشتتات دي عشان نحس المعاني لزي كده ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر